بعد لجوءهم إلى تركيا واستقرار أكثر من مائة ألف منهم في مدينة الريحانية أطلق السوريون تسميات جديدة باللغة العربية على الشوارع والدوارات في المدينة بهدف الدلالة على الأماكن وتجاوز مشاكل اللغة التركية التي عانوا منها في بداية قدومهم هذا لوضع السوريين أول جيتون كان بالنسبة لهم صعوبة بالنسبة للغة عندهم فصاروا يستعينوا بالرمزيات الموجودة على الدوارات مثلا دوار السيراميك كونه فيه سيراميك هونيك أو شي دوار السجرة أبلى يعني كان موجودة سجرة فهذا الشي يعني لسهولة التعامل بين بعضهم ويعني أنه يأشروا لبعضهم مثلا النقطة هون والنقطة هون والنقطة هون كونه نحن كنا جداد هون بتركيا ما منعرف نتحرر لم تعد هذه التسميات العربية للشوارع والدوارات حكرا على السوريين وحدهم ولم تقتصر على تلك الفترة فحسب بل استمرت حتى يومنا هذا وأصبح الأتراك يطلقون نفس التسميات ويستخدمونها في حياتهم اليومية كأي سوري في المدينة والله من قبل ما كنا نعرف الاسمه بعد ما يجي سوريين هنو نحطوا اسم صرنا نحن عوضنا نحكي مثلهم دوار السجرة دوار الملعب دوار الشوك من قبل ما نعرف كنا هيك قلنا مثلا بركيا ينشير مثلا سوق تشارشا هيك ما نعرف اسم بعد ما يجي سوريين صرنا نعرف الاسمه يعني صرنا نحكي مثلهم لم يترك السوريين مكانا أو شارعا في مدينة الريحانية إلا وأسموه بشيء يدل عليه باللغة العربية من دوار الشجرة إلى السيراميك إلى الشوك إلى الرمار حتى نصل إلى هنا ومن هنا من حديقة البركة كما أسمها السوريين وأصبح يسميها الأتراك كان معكم عبد الحميد سلات أوريانت نيوز الريحانية